لا فتا الا علي لا سيف الا ذو الفقار كما قال الشاعر جبريل نادى معلنا والنقع ليس بمنجلي والمسلمون باسرهم وفي نصفه والمسلمون قد احدقوا حول النبي المرسلي لا سيف الا ذو الفقار ولا فتا الا علي وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وقاعد بامير المؤمنين امور اي واحد من عليك حق ضربة علي في الخندق ما مضمونه ضربة علي في الخندق تعدل عمل الثقلين يعني طاعات الانس والجن جميعا وحسب فهمي ان كل ضرباته هكذا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة